اشتركوا في القناة يقول اللغز في ليلة من ليالي الشتاء الشديدة للبرودة كان هناك رجل يجول في الطرقات بحثا عن مكان يأوي اليه ويجد فيه مكانا يتدفأ عليه فوجد منزلا فحاول الدخول عن طريق الباب فوجده مغلقا باحكام وحاول ان ينظر من النافذة فاذا بها متلطخة بالضباب فمسحها بيده فاذا بصاحب المنزل ملقى على الارض والدماء تنزف من جسده فاسرع الرجل واخبر الشرطة بذلك ولما حضرت الشرطة اتهم الرجل بانه القاتل مع انه لم يدخل المنزل على قوله ولكن بعد التحقيق في امر الحادثة اعترف الرجل بانه القاتل كيف عرف رجال الشرطة بان الرجل هو القاتل وما هو الدليل على ذلك فكر جيدا سيظهر الحل بعد عشر ثواني يمكنك ايقاف الفيديو حتى تفكر في الحل اليك الحل ان الشرطة اكتشفت كذب الرجل اثناء حكيه لهم ما وقع وذلك عندما قال لهم انه وجد النافذة ملطخة بالضباب فمسحها بيده لان الضباب يكون من الداخل وليس من الخارج وذلك بسبب التصاق الهواء الدافئ الذي نطرحه عندما نتنفس خاصة او بخار الماء بشكل عام بسطح بارد كيف كانت اجابتك؟ شاركنا في تعليقاتك اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق وليصلك كل جديد اشترك الان جميع الحقوق محفوظة لدى قناة صفي ذهنك اشتركوا في القناة